بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد من برنامجكم اسأل ولا حرج اللي رفقنا فيه كالعادة الدكتور أبراهيم الشايبي السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام وتحييات الإسلام لكل من رفقنا في هذا اللقاء بعد ذلك طبعا نتواصل مع مشاهدين الكرام عبر وسائل الاتصال التالية رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم طيلة أيام الأسبوع طبعا مفتاح تونس من الخارج سفر سفر ميتين وستاش تلاثة وتسعين أربعمية ثمانية وتلاثين سفر ثمانية وتلاثين بالإضافة إلى العنوان الإلكتروني اسأل اتونيزيا تيفي نقطة تين اسأل اتونيزيا تيفي نقطة تين والعنوان البريدي التلفز التونسية شارع الجامعة العربية ألف وثنين تونس البلفدار للتواصل معنا للتفاعل لطرح الأسلة للاستفسار للاسترشاد وأيضا لتقبل أراكم ونقطكم ومقترحاتكم خاصة فيما يتعلق بالحساس القادمة في أواخر شهر شعبان الفضيل وإن شاء الله وبإذن الله رمضان المعظم المكالمة الأولى نقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتنا مرحبا بيك شكونا معنا معكم صالح من تجميع الاجتماعات كمالية مرحبا بيك مرحبا بيك سي صالح تفضل سي صالح شنية أسئلتك فضيلة الدكتور عندي زوج أسداء من الصوت أحليم أيوة الدكتور تفضل تقال له الدعاء بالميت بعد صلاة الجناس أيوة هل يكره وفرسع هل يكره والدعاء نعم هذا سؤال الأول السؤال الثاني أيوة هي إقامة الفرق معناها في اليوم الثالث للميت أي معناها أكد يدعو الطعام ويتدعو يتدعو الأهالي ويتدعو كالناس وضعفاه ويوجه حقا للطعام هل يكره والدعاء نعم جواز ومشروعية ما يسمى في لهجتنا العامية بالفرق يعطيك صحة سي صالح شكرا لك على الاتصال دكتور هو الأثنين متعلقة بأداب الجنائس من عرش كين صحيح معناها وطبعا حضرتك متبحر في هذا الباب وعندك فيه حتى يعني إصدار قيم جدا حيث يعني اختلطت العادة بالعبادة ولكن مساج كان ذكرنا بالكتاب وعنوان وفيه إضافة للمشاهدين وثم نجيبه 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 الأخ صالح على أسئلته فيما يتعلق بالدعاء وفيما يتعلق بالفرق بالضفرية شكرا لك أستاذنا سي صالح يعني أشار حالنا على التقوس المرتبطة بالجنائس نعم سيح يعني كان موضوعي في رسالة المجسر هو العادات المرتبطة بالموت في المجتمع التونسي يعني و تأصيلها الشرعي تأصيل الشرعي للعادات المرتبطة بالموت في المجتمع التونسي وبعد ذلك يعني قلبت فيها ووسعتها و يعني أنفت فيها كتاب سميته التقوس الجنائزية بين العادات الشعبية والأحكام الشرعية لكل ما يصير في المجتمع وهو كتاب يعني فيه أكثر من 300 صفحة يزيد عن ذلك ويعني جلت في المجتمعات العربية الكل وفي بلادنا بصفة خاصة حول العادات هذه التي فرضها المجتمع وكما يقول عالم الاجتماع دركام هذه الجبرية الاجتماعية كون المجتمع هو الذي يسطر للناس ماذا يفعلون فالإنسان تلقاه عارف حكم ربي ومش مقتنع ولكن اجتماعين يقولك يا أخي قصر في حق بوه ولا قصر في حق أمه ولا يقولك ما عشاش بوه ولا معشاش أمه ومع ملش فرق ومع ملش فرق الثاني ومع ملش أربعين فهذا الأصل كونها هي رسالة من خلال أخونا صالح برك الله فيها تنواجهها للمجتمع الانسان تنجم تلوم عليه كي يبدأ عنده فرح لكن كي عنده مصيبة مش ما يتلامش عليه الأصل كونها اللي عنده مصيبة يعني الناس تعاونوا ورسول صلى الله عليه وسلم يعني قال اصنعوا لألي جعفر طعاما لقد جاءهم أمرهم يشغلهم فالأصل كون الناس طيب الماكلة وتهززها لدار الميت نعم مش العكس نحن نقول لك مش هل تنعزي كلمة تعزي شنو معناها في اللغة هي المواسات نعم كنتي بيش توسيه يعني يفكروا أهل الحي جيران كذا أقاربوا زملاءوا ينسقوا مع بعضهم يقول أنا أرى اليوم بش نهزلهم للماكلة الآخر يقول أنا بش نجيب لهم الأحليب الصباح الآخر يقول كذا خاطر هما في مصيبة نعم توجيش هو عنده مصيبة والناس قائمة غادي تستنى وهو يخفكر يزمه يذبح والناس تبيته تصبح وهو يذبح والناس تأكل وتشرب وتتعشى أكثر من الأفراح أقل ما يقال عنه كونه تذبح في الماءاتم في المذهب الشافع وفي المذهب الملكي مكروه كراها تحريمية لأن الإنسان ما عندش فرحة وهو في مصيبة والأصل كون أهل الأقارب هم اللي هزوا الأهل الميت والأجوار والمجتمع هم اللي يعتني بهم حتى هم يخرجوا من يواسوهم وبالعكس يوكلوهم خاطر الإنسان اللي يموت لحد هذا القوس فتحناه على ما يتعلق معناها بموضوع العادات والحاجات اللي ربما عندها حتى أصل شرعي وفقهي ونلقوها موجودة في الأموات وفي المناسبات هذية نرجع للأسألة الاثنين وأن كان السون الثاني طبعا هو من صميم موضوعنا أسألول الدعاء بعد الجنازة بعد دفن الميت هذه صارت في كل جنازة يكاد يكون يعني يصير جدال عقيم بين من يقولون بأن هذا الدعاء محرم نعم ولا يجتجوز قراءة القرآن في المقبرة ويمنعون الناس بعد الدفن من أن يتلوا الفاتحة وهناك من يقول أن هذا جائز وهذا جرت عليه العادة في بلادنا وكذا وكذا يعني يكاد يكون بشكل يوم يصير هذا الأصل في الموضوع كون سيدنا عثمان بن عفان روى الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال استغفروا لي أخيكم وسألوا له التثبيت فأنا الآن يسأل وهذا الحديث رواه أبو داود وهو موجود في كتاب الجناز والباب باب بالدعاء على الميت وهو في القبر يعني في قبر الدعاء للميت نعم الدعاء للميت يبارك الله فيك فهذا يعني له أصل شو ما نستغفروا لي أخيكم يعني يطلبوا له الله و الله مرحمدكم استغفروا لأخيكم و سألوا له التثبيت و هو دعاء كون اللهم ثبتوا عند السؤال حتى اسألوا له قصد الرسول صلى الله عليه وسلم الإسألوا له على ما أدعوا له استغفروا لأخيكم إسغفر طلب عليه أستفع الله إستأذن طلب الإذن إستطعم طلب الطعام إستغفر طلب الغفراء وnorحوة которых وبالنسبة لقراءة القرآن في المقبرة هذا لا يجوز لما بالنسبة للفاتحة فالفاتحة هي من بين صميم الدعاء لأن القراءة القراءة في المقابر هي يعني مهيش بمعنى التحريم ولكن هناك الحديث الذي قال فيه رسول صلى الله عليه وسلم يعني اقرأوا سورة البقرة في البيوت ولا تجعلوها كالمقابر فالنه الشيطان يفر من البيت نعم هناك ما قال أن الحديث فهمان هناك فهم كون القرآن لا يقرأ في المقبرة لأن الرسول قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر معناها بمفهوم المخالفة عند السورة الفقه كون القرآن لا يقرأوا في المقبرة وهناك من استشفى من هذا الحديث كون المقبرة يضربوا بها المثال في السورة لا تجعلوا بيوتكم كالقبور ما فيهاش ذكر الله ذكر الله وسكينه كذا هذا المهم كون يسعوا بعضنا بعض إذا كان يعني يقرأوا الدعاء فهذا له سند في الحديث طبعا بعد هذا الكل نرجع للقوس الذي افتحناه في حكاية الفرق هذه ولو أنه الأخ سالح معناها وضح قال يطعم الفقراء والمساكين يعني هذي اللي عنده ميت بمعنى ربما يذبح ويطيب لهم وكذا ويطعمهم وليس يطعم المعزين كمجلة العادة هذه اللي ما عنده حتى أصل في الحكاية شو نقوله دكتور؟ نقوله كونه إذا كانوا مش صدق للميت صدقة تكون الفقراء والمساكين والمستحقين ويمكن له أنه يطيب ويطبخ ويذبح في يوم هو أصل كونه يكونوا فيه مشغول لقد جام أمنا يشغلهم هم فيه مصيبة يعني فإذا كان هو أراد أن يذعب بذلك الفقراء والمساكين فليكون وأن كان معظم فقراء في هذا العصر لا يبحثون على الأكل بقدر ما يبحثون على المال فإذا كان هزها صدقة سرية وتمشي للمساكين حقيها ويهب ثوابها للميت وتكون خير من كون الناس مخلي عشاها في الدار وجاء تثقر على الدار الميت واضح المكلمة الموالية تجينا من جبلي نقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بيك شكون معنا؟ مبروك من جبلي مرحباسي مبروك ومرحبا بجبلي وبربوع الجنوب العزيز كل عيشكم الله يرحم وعليكم على هذا البرنامج وبرك الله وبركاته ربي بارك لك أعطيك صحة تفضل أخويا مبروك شنية أسألتك؟ عندي ثلاثة أسئلة تفضل السؤال الأول في مخصة ذكاة المال أيوة اليوم كنا إخراجها في شكل هدية يعني مثل في شعر رمضان تخرج في شكل مواد غذائية وغشادة معناها مش مال مش نقود معناتها بضائع ومستلزمات وسيلعها هكذا تحب تقول يا رحمة بالضبط السؤال الثاني السؤال الثاني أب عنده ولده صغير تعرضي لحادث مروض أيوة وحكمت للنحكمة بقيمة معينة نعم التأمين هذا بالضبط هل يستطيع تصرف فيه معناها في شؤون تهوم الأسرة كل أم هي خاصة بذلك التفضل فقط هذا سؤال ثاني واذا سؤال ثالث؟ بأساس رمضان هو من ولدي يقول لي ما حكم الشرطي الملايين اللي تربح في ألعاب ببعض القنوات التلفزية يوميا معنات ملايين وسيارة في آخر نعم المسابقات التلفزية حكم المال المتحصل عليهم المسابقات التلفزية هذه نعم هذا سؤال ثالث هذا السؤال يعطيك صحة شكرا لك عطي صالحنا مبروك وبرك الله فيك وبرك الله فيك يعطيك صحة شكرا لك شكرا لك الأسألة الثلاثة زكاة المال مش نقدا يعني حاجيات سواء كانت تكون أي حاجة دكتور مواد غذائية أو تأثيث بيت أو 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 هكا المبلغ هذاك يعني يتبرع به بهذا أو يزكي عن ماله بهذا الشكل وبهذه الطريقة وإذا كان أخونا مبروك بارك الله فيه على تحيطه نحيي بأحسن منها شكرا له بالنسبة للزكاة هي زكاة مال نعم عندها ستة منين وخمسة وثلاثين دينار بالنسبة للنصاب الزكاة لهذه السنة أيوة دار عليهم العام العام العربي من شعبان إلى شعبان مثلا بش يخرج اثنين فاس خمسة بالمئة ربع عشر بش يقسمهم على عشر ويأخذ عشر يخرج فما زاد بحساب ذلك كل ما زاد على النصاب يخرج منه هو قال أنا خرجوا في شكل هدية أو في شكل كده إذا كان يعلم أيوة أن الناس اللي بش يعطيهم زكاة يعني قد يعني يتعففون عن ذلك أو يعني تحرجهم هذه المسلة يعني تحرجهم يعني يأخذهم في شكل يوم العيد مثلا في شكل ملابس لابنه لابن الفقير هذا أو شيء وهذا المعلى أساس هو هدية نعم ولكن هو نواها زكاة في هذه الحالة يجوز جائز أما فيما عدا ذلك فالأصل كونها زكاة تخرج كونها زكاة وهو كينواه نواها زكاة مش هدية قطر الهدية عند حكام هو زكاة عند حكام هدية يأخذها الغني وأحيانا تكون يعني صدقة أو يتبدل حكمها لتصدق عليها بالشيات يعني جابت منها هدت منها لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت سيدة عايشة يعني أهل البيت وكذا يعني بيت النبوة يعني ما يكلوش الصدقات فقالها الرسول صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة وهو لنا هدية احنا عطيناها ذاك صدقة وليها جبنا هدية يعني ثم ناس عندهم كرم وعندهم عفة وهذه هما يعني الفقراء اللي ما يعفوهمش الناس حقيقة فما ناس تلقاء عندها تحسبهم أغنياء من التعفف نعم يحسبهم الجاهة الأغنياء فهذا يعني الأصل كونه يعلمهم لهذه كذكاة لكن إذا كان يخشى من تعففهم كونهم يعني يأنفون على ذلك ويحب الشجرة عزة نفسهم وشيء ويجيبها لهم في شكل هدية في هذه الحالة وهذه الحالة فقط جائز نعم السؤال الثاني يتعلق بالتأمين هل يمكن يعني للأب لإخذاء تعويذ عن حادث مرور لابنه الصغير أن يتصرف في ذلك المال مبدئيا أن يتصرف فيه عموما ولكن الأخ مبروك متعرف الإشكاليات المطروحة على التأمين ويعني هل هو جائز ولا مش جائز كل المال ذاك ياخذ الإنسان تعويذ عما حدث له أو لابنه أو لغيره وكيخصص الأخ مبروك قال هل المبلغ هذاك يستبقيه ويحتفظ به لابنه فقط ولشؤون ابنه أم ينفق منه على العائلة لكل والد الابن المصابر بيش فيه في الحادث بيش فيه إن شاء الله وبالنسبة للتأمين المبلغ هذا كما قسمت أستاذ زياد يعني كونه إذا كان النقطة الأولى هل ترى الإنسان ياخذ التعويض هذا أو لا يخذ أو لا يخذ هذا تعميما للفايدة ومش محل السؤال يعني هو يقولك أنا أخذيت لكن نصرفه مع الولدي ونصرفه مع العائلة كله الأصل كون الإنسان كانت تعرض على الضرر المعين هذا من باب جبر الضرر وليس فيه شبهة البعض يقول وهذا غرامة والغرامة حرام ليست حرام كون الإنسان هذا مش من بابها غرامة من باب التغريم هذا من باب جبر الضرر وعلى يد ما أخذت حتى تؤديه ورسول صلى الله عليه وسلم كيف كسرت سيدة عايشة إناء قال لها إناء بإناء وطعام بطعام كيف كسرت إناء الأحدى يعني ذراتها رسول صلى الله عليه وسلم قال لها يعني تعطيها تعويد تعوذيلها نعم كذلك في باب العارية الشيء يتسلف وإنسانه ما يضمنوش قولك بالله يعطيني السيارة بتاعك ومن بعد سيرلها حاجة فالأصل كون على اليد ما أخذت حتى تؤديه وعلى الأصل كون قياداتك كم شروطة بالسلامة وعلى الأصل كون كنت كيف تسلفت منه الشيء هذاك استعملت وترجعه سليم إذا كان هو تنازل به يعطيه بخاطر فله ذلك أما إنسان إحيانا يترضو وترد تعسف رب العمل يترضو وبعد ذلك يلجأ للقضاء والمحكمة الإدارية بالنسبة لإدارة العمومية وتحكم له بتعويض يقول له للناس لا هذا يحرام وما تخذاش إذن معناه هذاك جبر للذرر جائز نعم بالنسبة للسؤال الثاني التفصيل المبلغ هذا هو الحاكم وقضي وقضاء بهذا المبلغ هو لأن الأولاد هذا جاءت أذرار بدنية ولا نفسية ولا قدرة ولا سقوط ولا المهم فذلك المبلغ أحيانا بعض الأولياء يقولك يا أخي أنا ما حاجة به المبلغ ما نتأخذوش يا أخي هو ما هو متاعك أنت وصية على ذلك المبلغ نعم بعض الأولياء موجود وهذه صارت حتى مرة جاءت على أبنية وكذا أبوها ما حبيش يأخذ المبلغ وهي مسكنة أصبحت معوقة أو جاهك الضرر هذاك أو شيء فمن حقها هي في يوم آخر أن تجد هذا المبلغ وإن كان لا يغني لا يغني شيء هذا المبلغ لأن لا يعيده رجلا ولا يعيده ساقا ولا يعيده شيء مهما كان المبلغ يعني يعتبر الضخم فهو أمام متطلبات الحياة فهذا المبلغ يبقى دائما نسبي والأصل كونه يعني ينفق على علاج الإبن المصاب مش على شؤون العائلة على علاج لبن حقه هو حقه حق الإبن والأب هو سيعلي الأب يعني يتصرف هو قاسر غير نعم الأب يتصرف في هذا المال بما فيه مصلحته ذلك مصلحته ذلك الأبن في إعادة يعني علاجه في إعادة تأهيله الوظيفة والحركة وغيرها من الأمور هذين واضح قبل ما نمره لتاليفون المواليين نكملوا سؤال الثالثة المتعلق بالمسابقات متاع هذه الألعاب فيها شبهة ميسر متاع فيها شبهة نعم يعني مئات الألاف يبعثوا بالمليارات للأسف شديد معناها الأمور متاع التلافذ هذه ما هيش واضحة البتة والقطاع مش منظم ومعناها داخل بعضها هذا يقل ما يمكن أن يقال فيربح واحد برك خمسمائة تلف دينار مثلا قلوه هل هذا حلال ولا حرام يقول سيمة بروك هو الأصل كون المسابقات هذه التي يعني كل الإنسان يشارك فيها نعم نصيب من المال وواحد يربح كثير من المال هذا لأنه تقوم على الحظ نعم تقوم على الحظ كما الرهان كما الرهان يعني الرهان هل ترى الجواد هذا هو اللي يربح أم الجواد لأخر نعم وهذه كل ما فيه يعني رهان ومخاطرة فهو حرام فهو حرام لأن رب سبحانه وتعالى وقت ينهى على الميسر في شكله التقليدي نعم الميسر لأنه يقع العداوة البغضاء بين الناس لأن الناس اللي يخاسر يعني كالإدمان يعني يحب يربح يعود يلعب 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 كذا كان المرهد يحط عشر دنيين مرجع يحط مثال واللي يربح يحب يزيد وهكذا دو عليك يعني بين الناس وهم باب الأكل أموال الناس بالباطل ويعني وما هي الأسئلة التي تقدم في هذه المسابقة إذا كان ثم أسئلة ثقافية والله ممكن أما هذه الأسئلة لا أحد شيء هذا كان الحظ والإسفاف والتفاهى معلنى شام القسرين الأخت هاجر قولوا لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بيك تفضل المجال المفتوح لك لطرح ما شأتي من الأسئلة تفضل مرحبا بيك أنا إبراهيم أمي توفيت عليه أنا الله يرحم نعم الله يرحم وتربيت عند أم أمي أيوة عند جدتك للأمي جدت جدت لأم أمي أيوة نعم كنت ربيت عندي معنى العرش معنى العرش صغار أو شيء ما أنا عارش وشيء عبو بيك أيوة وطرح ما أنا عرش وليت قلبه منه شوي استقل نعم معنى تحكم معنى وهو عادي معنى مش معنى كل يحب بنته حكم ما تربيتش عنده معنى عارش وعارك وجب صغار أخو إنه وشيء ووالدك هذا وين أيوة السؤال أختي هاش نعم نعرف معنى شكور أنا المطلوبة أو لها هو معنى بمن وما بنا تكون علاقة وطيدة وطيبة نعم علاقة وانا معنى أن غميري أن نبي معنى أنا اتقربت معنى ما لجيت الحالين اللي خليني فنز كيف نعم هو شنو سبب اللي خلي أختي يعني شنو سبب فتور العلاقة هذي علاش وشنو السؤال وانا يعني معنى ما تربيتش عندي وما عاربش والله من عارب ما نحكيش من وفاة أمك معنى عاد رمك وات ويا صغيرة وين وين وذنبك قعد انتي اي من عاربش معنى هو حكيث ولا معنى أني ما تربيتش عندي وما عندوش عليه حالين وطا واضح عندك سؤال آخر اختي هاجر ولا هذا هو سؤال لا يا حيب يعطيك صحة شكرا لك يا سيد راهيم عندي شيء أخرى واختيش نسمع الجواب نهار الجمعة تفضل نعم نهار الجمعة نسمع الجواب إن شاء الله إن شاء الله وإلا إلا هذا بي من أبقى معنى أبقى معنى في الاستماع توا توا تسمع الدكتور يجاوبك تفضل يا سيد راهيم تفضل حاضر باش مش مشكلة حاضر باش حاضر معنى نسمع نعم ماذا باي نسمع مش كل مطلوب أنا ولا هو كمانا ماذا باي باي مش مشكلة فاضل الجواب دكتور إذا العلاقة ماش وطيدة بين الأب وابن نظرا للظروف اللي طرقت لها الأخت هاش أيوة قلت مش بدها باش تذكر اسمها اي طوام بعد في المونتاج يتنحل مش مشكل المهم المهم بالنسبة لولدها إذا كان هي الأم ماتت في النفاس أو شيء فهذا إن شاء الله هو أولا حاجة عند الله تعتبر شهيدة لأن بين الناس اللي حدثت عليهم رسول صلى الله عليه أصناف العبادة الذين يكتبوا لهم أجر الشهادة بينها المرأة يعني تموتوا بجمعا والجمع هذا كون المرأة تموتوا بشيء مجموعا في بطنها كون جنين أو تموت عند النفاس أو شيء فهذا كل يعني عنده أجر عند ربي سبحانه وتعالى كبير ودلي كون يعني تنزل في منزلة شهداء الآخرة كون يكون عندها في الآخرة أجر الشهداء لكن في الدنيا طبعا تعامل معاملة جميع موت المسلمين وهذا عديد الأصناف التي اذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يموت بحريق أو الذي يموت تحت هدم أو غريق أو كذا يعني هذه الوضعيات يموت بحادث بشكل عام فهذا بحكم عدل الله سبحانه وتعالى كون يكون له من الفضل ما ليس لغيره من الموت ثم هذه ميتة بأجلها يعني كون ماتت في ميلاد هذه البنت لا يعني ذلك أنها هي المتسبة في الوفاة ف يعني بقدر الله سبحانه وتعالى كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني قال سيدنا جبريل أن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستكمل أجلها معناها بالفصيح اللفظ أن تستوفي رزقها يعني متحد نقص رزق وتستكمل أجلها من متحد نقص عمر فهي ذلك هي ماتت بأجلها ولم تموت بسبب يعني هذه المولودة وهنا الظرف أعطى دكتور أنه والدها يتزوج بمرأة أخرى ويعمل وعائلة أخرى فالعلاقة مهيش وطيدة ومفهميش يعني تبادل معناها ود كما هو شأن بين الأب وبنته الشيء اللي خليها تشعر بالذنب هل عليها وزر في ذلك ماش هي المتسبب أنه والدها بعيد عليها والعمل العائلة أو خير ربما يعني الأصل كونما الوالد ما يقصوش عليها لأنه ما عندها حتى دخل في وفاة والدتها ويعملش كما قال أمير رقيض يعني بصغير وحمال دمه وكبير يجيش وينضيعوها وهي يتيمة ويتربيها جدتها وبعد ذلك معناها نبقوا ديم مقاسين عليه فهذا يعني يراجع نفسه في هذا الأمر ويتق الله في بنته وكونا مش هي السبب في الذي حدث وما يخذه كأنها يعني هي نذير شؤم ولا وكامش منك أنت يومك ما ماتدش أو شيء وثم هو تزوج يعني ولم يعيش على أطلال زوجته الأولى يعني ليس لها أي تبرير هذه الوضعية نعم هو في المعتاد دكتور والعديد من الأسلة جينا في هذا المجال وهذا الصدد العلاقة كي تبدأ فاترة بين الأب أو الأم والأبناء شكون اللي يعني شرعيا ووفقيا ولا حتى معناها منطقيا يبادر ظهر للأبناء هم اللي يحاول يصلحوا قدر الأمكان دكتورة وطبعا الأبناء هم الذين يعني دائما يعني يكون عليهم واجب الطاعة وواجب البر هذا هو وأنجه داك على أن تشرك بما ليس لك به علم الحاجة الوحيد الوالدين إذا كان يأمرك بشرك بالله لا توطعهم ففيما عدا ذلك الطاع الموالي جاهز نقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بيك شكرا معنا مرحبا بيك أهلا وسهلا أهلا بأختي أمات الله ما أحلى اسمك يا أمات الله إذن عايشك برك الله وفيك تفضل شنية اسألتك والله بشنا أنتم مسمى فيك على الموضوع على بر الوالدين أيوة عندي سؤال على الإنسان العيق والدي تفضل شنو السؤال يا هل ترأ يا هل ترأ الوحدة كتبها حيقة والديها وتصفها بوصف وتصفها بوصف وصف الحبش نقول الوالد وصف مشين معناه وصف مشين تعال ربي سبحانه وتعال الحيوانات بعض الحيوانات نعم وصف وبيانكر أصوات نعم يعني البنت تصفوا أمها والعيد وبالله بهذا الوصف هكذا نعم لن أمها تبكي من الحكاية هذه هل ترأ الإنسان يوسف وزديها وتعوقمها وبوها يعني تتوفق لحياتها وإلا لا هذا هو سؤالك العقوق سؤال الأول على العقوق دكتور وسؤال الثاني أمط الله تفضل شنو سؤال الثاني الله السؤال الثاني حاجة محيرتني أيوة بنت أختي عطيتها أنا مخد نتعصوف بيه ولو أنا حتى كنت أحكيها نحش حتى من روح ما سألش ما سألش بعد فترة بعد فترة أيوة حلتك المخد القطف في اسمه أخيك أي والقطف فيها ترفق ماشي معصوف والله العظيم ما نعرف عليك أي دون قز معناها حاجة تعدي نعم أي تفضل دون قز معناها في المخد الحاس الحاس هزيته مشات العراف وقالت لها زي سحق لا إله 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 من جيبت وقالت لها من المخد قالت أخذت لها خالتك خالتك أو شنو أيوة أختي مريضة وأنا وعاز في فرس تتهز وتتحط وأنا الآن في أختي تشد الطفلة تسبني وأنا باقي نخزر مليش عارف عليش وأنتي ما تقصد شيء وأنا ما في بالي بقي وعليش الطفلة تسب فيها واضح وها تسب فيها خالت لها رضاف وقالت طبع معناها أنا اللي نكملك وأنا معهد ربي على القرآن اسمعت شيخ من القانوية الدينية تفضل ربي وصع بالك معايا تفضل أيوة ما تقولش أمت الله المختصر المختصر نعم قال اللي يحلف بالقرآن يهز عصر الرحمن جل جلال أنا مديت يدي الربي كنت نصلي في العصر وصبح في يدي قتله يا ربي عهدك إلا كان نحلف بالقرآن وإلا نحلف معايا النقوة ما شكون يحلف نعم أحلفت لها منت السبعة بربي سبحانه خالق القرآن والدنيا والدين ما حبش يتصدق وطلعت فيها إشاعة العباد الكل تحكي ولا أنا حبش يصدقني خاطر ما حلفش بالقرآن أنا نحب نحلف للدكتور نعم بربي نقسم بربي لخلاق الدنيا والدين أقسموا بالله العلي العظيم أقسموا بالله العلي العظيم أقسموا بالله العلي العظيم إلى عمر ما ترى حاجة أو حد في الدنيا حاجة مكروح وليس سحر سحر حمري من حمري من طعته ونعمله واضح يا إمة الله شكرا لك تفضل كلمة واحدة ندعي بحسب الله ونعم الوكيل في كل صلاح يعطيك صحة نعم هجائز وليس جائز واضح واضح مرحب بيك يعطيك صحة ورب يوفقك إن شاء الله عايشك برك الله وفيك على الاتصال يا أمات الله إذن السؤال الأول على العقوق والعقوق اللي يوصل بالإنسان أو بالبنت أنها تصف أمها وحسنا فعلت الأخت أمات الله كي محبش تذكر الوصف تصف أمها معناها كناية على ذلك ما ورد في القرآن الكريم أنكر الأسوات ففهمنا الوصف حكم هذا في ديننا الحنيف ثم السؤال الثاني يعني حول اتهام نعم الاتهام وعدم التصديق ويوصل المسلم ما يصدقش خالته على مسألة تافة وقت اللي هي حلفت له بالإيمينات المغلظة كما يقولوا في درجتنا وحتى بالقرآن بك السؤال الأول دكتور السؤال الأول يعني ما يحتاجش التوضيح وهذا هو هذه نتيجة واضحة بيش تكونوا تستشري في المجتمع طالما أن المجتمع ماشي في الخط هذا وفهم يعني ثقافة كاملة قاعدة تستشري في عدم إجلال كبير يخي كيف كيف تتفتت منظوماته صحيح من أول ما عاش نحترم المعلم ما عاش نحترم الشيخ ما عاش نحترم الكبير ما عاش نحترم أبائنا ما عاش نحترم وهذا كان مسألة آلية يخي شنو تنتظر المجتمع الميقايغي ليس مننا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي لعلمين حقه يستوى المأو الخشبة في هذه المجتمعات وهذه نتيجة حتمية يعني في أحد المرات زادة اتصل بي أحد الإخوة وقته كان عنده برنامج مباشر في لذاعة واتصل بي في وضعية متع أب يعني المهم كون بنته ولقاها وراء المحد معناها هو ولي أمرها نعم مع شاب ولدها ولدها لا ولدها ولي أمرها معناها فتاة عمرها 16 18 مش عمرها 40 ولا 50 ولا 60 يعني منذ ذلك هو يعني ضربها بكف بوها ما لش يعمل هي يلقاها في وضع غير لا يقبعناها مخل بالحياة أيوة شنو وسائل ذهبت إلى مركز الشرطة أهلا وسائل وفي المركز ماذا كان طلبها كون قالت الرجال وكف متاع هكا نعم هذه يعني تصل بي يعني أحد الإخوة في برنامج يعني لكن تصل بي واخذاني على المباشرة معها وقت نذكر في هذه الحادثة نعم يعني الأب يعني زلزي لكيانه هذا موجود في المجتمع مدامنا كيف نحن واجبنا أننا نتصدى يا أخي أنت تتصدى يا أخي أنت تتصدى والله قلت العوارض وفي بالي أخطاء الدكتور وهي عوارضة خطر هذا مرض نعم هذه أعراض متاع مرض هذه نعم فتتصدى من ناحية واحدة لكن ما يجيش يجب الناس كل تفيق للجانب الأخلاقي في بلادنا رأوا ماشي يتآكل وتقعد يتآكل بطريقة يعني إذن البنت هذه وزرها كبير وإثمها كبير اللي وصفت أمها بالوصف المشين نعم تستسمح أمها تطلب منها سماح ومعا تتقول الكلام هذا للولدين هي الأف الأف لا تقال للأب ولا أخي هو الأصل كون الناس تسال بعضها الابتسامة ابتساماتك في وجه أخيك صدقة هذا البذاء والابتذال كيف تسمع أنت الكلام الزايد في تونس تسمع سب الجلالة البلية الكم من البذاء والابتذال والسبب المعيشة والسبب الوضع والسبب والشتم والصراخ واشنوة تنتظر باش يكون تصرف الشاب في الدار باش يكون نعكاس اللي يشوف فيه في الشارع أو في المقهى أو في الحافلة أو فيه والأخت أمت الله خصت قلب ماذا ينتظرها من المستقبل ومصير يعني لا لا نحن ما نكبروش المسألة إذا كان يعقى والديها لا لا نحن ما نصفوش بالعقوق كون شبابنا نعلمو خطرته فم فورة كبيرة متاع شباب يعني فم رفض لكل ما هو سائد رفض للأجيال السائقة هذا كله وراهم ما يليقش واضح بعجيلة السؤال الثاني نعم هو دائما بين التخمين وكذا كون خذات الوسادة هذه وجدت فيها خيط أو شيء وكذا فذهبت إلى العراف في الأصل كون لا تلجأ إلى هؤلاء لأنه من ذهب إلى عراف فقد كفر بما أنزل على محمد وما ذهب عن عراف فسأله عن شيء فصدقه يعني فقد كفر بما أنزل على محمد وما سأله عن شيء فلم تقبل وصلاة أربعين يوما فالأصل كون لا يتم اللجوء للعرافين وهذا نتيجة حتمية زادة للجوء للعرافين هاي ونتوصل تمزق العائلات وكونه ديما كنتمشيله تقول وراه بيك الشيء المعين يقولك آه ثم واحد يخدم معاك يعيشك بالوهم وعيشك بالوهم ومش بشرطي كون تحط يدها على المصحف ولا شيء نعم أقسمت هي في التلفز وامام الملأ وكذا وحسنا ما قالت حسبها الله ونعم الوكيل ويا أيها الذين آمنوا نعم يجتنبوا كثير من ظن إن بعض ظن إثم يعطيك صحة نعم كون هذا من باب الظن والظن لا يزول يعني لا يحل محل اليقين نعم يعطيك صحة خير ما خدمنا به هذه الأية الكريمة شكرا لك دكتور على هذه الإجابات الظافية والشافية شكرا لكم عزائي المشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة والانتباه والاهتمام قبل ما نقول لكم إن شاء الله نتلقى معكم في حلقات مقبلة نذكركم بسائل الاتصال بالبرنامج رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم طيلة أيام الأسبوع 0-0-11-16 مفتاح تونس من الخارج 93-438-9-38 العنوان الإلكتروني اسأل التونيزيا تي في نقطة تي آن والعنوان البريدي تلفزة تونسية شارع جماعة الدول العربية ألف وثنين تونس ألا البلويدار في الختام نستوى دعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر